برحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الإسلام تحت المجهر الأول بسلم على فرحة وبرحب بيها أهلا بك مارينا أتمنى الحلقة النهاردة يعني تكون حلقة كويسة ربنا ينفخ في صورتها النهاردة حلقتنا فرحة عنوانها إيه مسلمات لا تحتاج إلى وحي صح يعني حاجات يعني مكتوبة زي ما تقولي إيه حشو كلام آه بيحب عشان يكتر يكتر شوية زي أقولك زي إيه واحد كده بيبيع موز فروحت اشتريت من موز كم فكرت بقى راح القطر بقى واشتريت وولتا حاكل موز دخلت لقيت الزلط لا حطت ورق جوه في القرطاص من تحت مليه 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 وحطت تحت انتتين موز من فوق والقرطاص من تحت في عامل المنظر كبير كده فهو يعني تحس انه إيه عشان يبيع لأ ومسلمين كتير يقول لنا إيه يا فرحة ده احنا حافظين القرآن والعيال الصغيرة حافظة القرآن بزبط انتو حافظين الإنجيل أو الكتاب المقدس ده كده مقدس مجلد مجلد كبير كده مجلد أد كده يعني القرآن ما يجيش حاجة وسيطة جدا لا ما يجيش حتى أد سفر المزامير سفر المزامير أكتر من القرآن 150 مزمور ايوميش والمزامير فيه مزامير كبيرة بس هيقولك البقرة أكبر لا يعني لا دي صورة كبيرة يعني ما يجيش أد سفر المزامير السفر صغير يعني كده فيقولك انتو حافظين الكتاب المقدس احنا حافظين القرآن لا وغير كده يا مارينا الكتاب المقدس مش النظام السجع اللي معمول دايما السجع اسمع من كلسوم أنا فيه أغاني من أيام ما كنت صغيرة بسمحها لهم كلسوم لفيرو لهم أم كلسوم أكتر بسمحها لما اسمعها دلوقتي ألاقي نفسي بدندنا عادي لأنها ماشي على إيه بس تتي أصفار شعرية برضو بنظام الشعر بالعبري محفوظة زي المزامير لا لا اليهود حافظين لأنها أصفار شعرية برضو بالزبط بالشعر صح لكن أنا مش أحفظ المجلد كله طبعا يعني إحنا عايزين نفهم نفهم الأول الكلام بيقول إيه بيش نحفظ بالزبط لكن نرجع للموضوع نرجع بقى الموضوع الحلقة النهار ده هي إيه مسلمات ما بتحتاجش الوحي زي إيه خليني نبتدي كده زي مثلا والله خلق كل دبة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدر فيه ستة على فكرة فيه ستة وفيه الجنبري وفيه أربع أربعين وفيه حاجات كتير مع لهاش بس أنت بتقول لي ليه يعني فيه اتنين بيه فيه دبة بتمشي على بطنها بطنها دي بتسحف دي ما فيش حاجة اسمها تمشي تمشي بطنها واحدة بتمشي على رجلين واحدة بتمشي على أربع أنا استفدتي ما أنا عارفة يعني دي قدام الناس وشايفينها أنا لو من الله أكبر حقول إيه والله خلق كل دبة من ماء هو مش إيه من ماء ماء مثلا إيه من ماء دي يعني ما هو بيقول لك وخلقنا كل شيء من الماء فيه حاجات ما تخلقش من الماء الفرقان فيه حاجات مش ماء فيروسات والحاجات دي فيه حاجات ما تجيش من الماء خالص والله خلق كل دبة هو بيكلم على الدواب دلوقت دبة من ماء فمنهم من يمشي خلاص والله خلق كل دبة من ماء عايز يقول إنه خلق كل الدواب خلاص خلق يعني إيه محتاجة يا مارينة أه بحس إن حاط الطفل صغير بصي حبيبي ده بتمشي على اتنين ودي بيمشي على أربع ودي بتمشي على بطنه كأننا أطفال صغيرين كأن الناس المسلمين في الوقت ده اللي بيقول لهم الكلام ده أطفال وأطفال زوي الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة مش الأطفال العادية كمان مش الأطفال العادية لو الأطفال العادية بيقول لهم بتعليوا من دولة والله خلق كل ده من ماء فمنهم هنشو يسيبك أصلي أقول لك هو في إيه؟ ماما هتجننك ولا إيه؟ على طول لا ده في في مرة كمان يا فرحة قال لهم إيه؟ ما تدخلوش البيوت إيه؟ من ظهورها من ظهورها خشوا من أبوابها لأنهم كان فيه ناس بيخشوا من الضغط ينطوا من فوق الصور طب إيه الناس مثلا تاتة أربعة تجيب لي وحي وآية الناس بتدخل البيوت من ظهورها من الشباك يعني؟ فيه ناس كانت يا مارينا فعلا بتنط من الشباك أي بيوتهم يعني؟ بيدخلوا بيوت بتاعتهم؟ لا بينطوا يعني خش الباب البيت من بابه يعني؟ أيوة أنا مالي يعني دي ناس معتوها بتدخل البيوت من ظهورها أيوة مش يعني ممكن تكون لسبب أيوة أنا مالي ده وحي يبقى لكل زمان ومكان ليه؟ يعني أنا دلوقتي أنت هتترجم بيعلم الناس الإيتيكية؟ هتترجم ده للغرب بتقوله ما تخشش البيت من ورا هتترجم إزاي الكلام ده للناس؟ طيب يبقى كده يا مارينا لو ابنك جالك وقعدت معاه وقلت له الحمار بيمشي على أربعة والبقطة على تنين ابنك هيعمل فيك إيه؟ هيمشي بيسيبني أصلا يعني هيقولك بص دي إيه؟ في إيه ماما إيه اللي جرالها؟ طب ما إحنا عارفين ما إحنا أنا شايف بعيني من غير ما تقولي ماشي في صورة النور يعني دي فيه حاجات؟ مسلمات يعني دي حاجة حتى الأطفال عارفاها ونتمش في حاجة وحي عشان تقول حالي؟ بالزبط وحي وكبريل ناس وكبريل طلع علشان يقولهم بتمشي على بطنة يا سلام النور واحده ستين بيقول ليس على الأعمى حرق بيكرر حاجات وعلى الأعرق حرق ولا على المريض حرق ولا على أنفسكم بص ده كله محدش عنده حرق في إيه؟ ولا على أنفسكم أن تأكله من بيوتكم السؤال أول سؤال خلينا أرى الآية كلها أو ماشي أرى الآية كلها لبقى أن تأكله من بيوتكم أو بيوت أبأكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالتكم أو ما ملكتم مفتاحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كويس طيب السؤال هنا أول حاجة أنا وعايزة إذن وحرج أن أنا ما تحركش أن أنا أكل من بيتي مين في الدنيا محتاج ياخد إذن أنه يأكل في بيته في بيوتكم أنا أخش بيتي الكلام ده يتقلميني يتقلم ناسا لأصلا يا حبيبي كل ده بيتك ما عندكش حرك تأكل في بيتك وبأكل في بيتك عادي هم كانوا الأول بيأكلوا فيه مش عارف ده حتى أيام الرسول ما كانتش يعني في حاجة اسمها مطاعم ولا بتيها مثلا هل فيه واحد بيتحرج أنه يأكل في بيت أبو هل فيه واحد بيت حرك بصي أبوك أمك زي ما تكون كل المسلمين كانوا منطلقين أبوه في بيته أمه في بيت مطلقين كل المسلمين كانوا منطلقين ولا يأكل في بيت أبوه ويأكل في بيت أمه طب ما ممكن يكون بيته بيت أمه وأبوه في بيت واحد أباكم يعني تحسني حشو أو بيوت أخوانكم حشو أحتي أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم يا عمي أو بيوت أقاربكم بيوت بالمحارم لو واحد قال أنا رايحة عندك مارينا آكل قلت لي بلاش أنت أخوة أو في الإيمان خلاص اللي ليس حرج عليكم إنكم تأكلوا لا ما الشخص التاني اللي ليه الأكل صاحب الأكل من حقه إنه يقول لأ صح طيب وبعدين فسلموا على أنفسكم لا وما مالكتم مفاتيح أنا لا أعطيتك مفتاح الشقة وتخلي بالك من الشقة أنا مش هنا تدخلي تأكل عادي وبعدين أجيبوا صحابي كمان وياكلوا يعني يخلصوا لكل اللي على التلاجة أو صادقكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاة أيوة يعني تأكلوا مع بعديكم أو كل واحد لوحده في طريقة ثالثة مفيش في النص في طريقة ثالثة مع الناس كلها ده كلام حاجة الناس كلها إما بتأكل لوحدها إما بتأكل أشتاة أشتاة إياكلهم مع بعدي مسلمات حاجات كل الناس بتعملها منذ قديم الأزل مش محتاجة وحي منذ قديم الأزل كل والناس كلها من غير ما يقروا القرآن ده بيعملوها صح مش محتاجة وحي نروح أوروبا نلاقي الناس بيأكلوا كده بيأكلوا في بيوتهم بيأكلوا في بيت عماتهم بيأكلوا في بيت خلاتهم ومفيش أي ولا يعرفوا إسلام ولا بتاعه ومع يعرفوش إسلام بس مش هيعملوا كده مش هياخدوا مفتاح ويخشوا البيت يجيبوا صحابهم ويأكلوا أشتاة لا دي بقى إلا إسمعها إلت زوق ده بيجدلهم كمان إنهم يكونوا قلات الزوق مسلمات المفروض يعني دي مش وحي من عند ربنا بيتكلميش إن أنا واحد أهبل يعني بتقول لي كل في بيتك وكل في بيت أبوك وبتأخوك وبتأمك وبتخالك وبتعمك لا البابن هو بيقولهم ما تتحرجوش طب الطرف الآخر ما خدتش رأيه يعني أنا رايحة عند حد عندك مثلا أنت صديقتي أو أختي هو بيقول أخوانكم أو أخوتكم مفيش حرج إنك تاكلوا ماشي أنا مفيش حرج بس أنت رأيك إيه في الموضوع أنت كده أوانطة يعني أخش عليك كده أكل الأكل اللي في بيتك ونخلص خليني كمان نشوف صورة المائدة إيه قبل ما نشوف صورة المائدة أنا هقولك فرحة كتبي الجملة دي بس لو ما كتبتيه عش أنت مش هتوب إيه كتبتيها ده إيه قولي لي مثل تاني عشان ما فهمتش ده فرحة خدي روح اشتريلي طماطم بس أنت لو ما اشتريتش الطماطم مش هتكون اشتريتيها ما كنتش اشتريت طماطم ده طبيعي أنا لو اشتريت ما اشتريتش الطماطم فطبيعي ماشي هكون اشتريتها عادي إيه يعني ده إيه ده إيه اللي بتكررك كده عايي كفيمة حس إن أنا دماغي إيه متويتها أرى خد اشتري طماطم بس أنت معلش بعض تشرة عليك يا حبيب السنتي لما اشتريتش الطماطم أنت كده مش هتكون اشتريتي الله لا 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 الموضوع في الخانكة آه لا ليه بقى بدوني كده صورة المائدة 67 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ألاك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعني إيه يعني نفس المثل آه بلغ وبلغ وفي إن لم تفعل ما تبقاش بلغت ما تبقاش بلغت حشو كلام ولا خلاص حشو عشان يزود في عدد الكلمات آه والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي كوم الكافرية دي محتاجة واحد يا رسول بلغ وخد بالك إن الله لا يهدي كوم الكافرية يعني هو في إيده آه آه بس إحنا بيتكلم على الحاجة المسلمة بلغت طب لو ما بلغتش إنت مش تبقى بلغت طبعا يعني استفدت هو بيكررها لو احتمال علشان يفهمها نعم شوف اللي بعد طيب في صورة الأحزاب خمسين بتقول إيه يا أيها النبي مان نعم إن أحللنا أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت أم ملكة يمينان مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرنا معك وامرأموا منها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أناس أنكحة خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا وكل ما أخذ لبالك وحدة يعني يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ده أحزاب خمسين طيب السؤال هنا النبي كان متجوز ولا لا أيها أصلا هل جوازاته كانت حرام عليه معنا مش عارف إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن أجورهن ما لها دي إن أحللنا ما أنت متجوز ما متجوزه وحلاله بلاله لا إحنا أنا أحلل لك أزواجك بعد الهنب سنة ده كده يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن طيب وهو واخد ملك اليمين ملك اليمين وعنده ملك يمين خلي بالك بيقولك وما ملكة يمينك مما أفاء الله عليك يعني أحلله من الأول لا استاني استاني مما أفاء الله عليك إن ده الله لا أفاء عالك بالستة دي إن أفاء بس بيقوله أحللنا ليه ما هو اللي اعتهاله صح صح طيب بس أنا كان قصدي يعني إن ملك اليمين ده الإفاء بتعرقه الله يعني هدايا من الله هدايا من الله نساء يعني بس أنا السؤال يا مارينة مش هو اللي داله الملك اليمين صح وهو اللي تجوز جوازه دفع الأجر أيوة وعايش مع زوجاته أيوة إزاي يقوله إن أحللنا لك أزواجك بعد الهناب سنة طيب يبقى إيه دي مش محتاجة أصلا وحي أصلا اه اتنين وبنات عمك سؤالي هما بنات الرسول ما كانوش متجوزين بنات عمه أي ابناء عمه أمامه مش حصلت يعني هما كانوا عايشين في الحرام ولا إيه فبرضو يعني حاجات بدهية حاجات الناس كلها بتعملها الناس اللي برا في أي حتة بيتجوزوا أولاد عمهم ولا لا عادي خالص وبنات عماتك وبنات خالك من غير ما بص للآية دي خالص الناس وبنات خلاتك بالزبط وبنات خلاتك ابن خلتي متجوز ابن خلتي التاني عادي إيه المشكلة ومتجوزين الناس كتير مسحيين وياهود وكله بيتجوزوا من بعضه كانتش محتاجة الآية دي هو عايز بس يدخل فيها المرأة المؤمنة اللي بتوى بنفسها ايه يدخلها في النص كده عشان يقول ايه أنا بقى حتى المرأة المؤمنة أنا أقدر أخدها مرأة مؤمنة وحبت نفسها للنبي إن أراض النبي أن يستنكحها اه بالزبط خالصة لك من دون المؤمنين ايه يعني المؤمنين ما لهمش الحق ده اه تصد دلي طب خليني كمان ناخد آية عشان الوقت خالص وفي حاجات تانية كتير بس خالصة ناخد الآية اللي جاية كمان بيقول ايه في صورة النحلة تمانية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون طيب هل دي يعني أنا يعني أرجوك وفكروا وفكروا ده وحي من عند ربنا يقولك الخيل والبغال والحمير دي عشان تركبوها طب هم كانوا بيأكلوها يعني كانوا بيحطوها زي النجفة وزينة 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 بيحطوه حمار في كورنر هل انت متخيل ان انت دلوقتي ممكن تحط بغل كزينة قدام بيتك أو أو حمير أو أو جوه كورنر في قطة الصالون لا هما هما يقولك يعني قدام الباب زمين عنده يعني عنده حمار زي عنده مرسيديس عنده حمار عنده بغل والحمار زينة يعني مش زينة اهو مش زينة بس بس أنا اللي يهمني اللي تركبوه اه تركبوه هما كانوا بيعملو ايه بيشربوه أو ايه اللي بتركبوه لا يعني هما كانوا بيعملو ايه طبيعي كانوا بيركبوها عادي دي حاجات مسلمات يعني مش محتاجة واحد زي يقولك ايه الله أنزل من السماء ماء ياه أولا السماء ببتنزلشه مية ده السحاب دورة مياه السحاب لما بي مية بتنزل من السحاب مش من السماء صحيح فأحيا به الأرض بعد وقتها وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه ما إحنا عارفين أن الناس كلها بتحلب البقر والجاموس والمعز من غير وحي وما فيهاش مش محتاجة وحي يبقى دي مسلمات لا تحتاج لوحي ولا تعليم ولا حاجة من دي وحاجات كتير دي مش النقط الوحيدة دي في حاجات كتير جدا في القرآن مش بتحتاج لوحي لكن هو كتبها جوه القرآن وكأنه بيكلم ناس مش يعني أطفال صغيرين لسا بتتعلم ألف به حمار وده دي كده وده بيمشي على أربعة وده بيمشي على اتنين عشان تركبه وده تاكل هنا وتعمل هنا ليه يعني حش وكلام عايزينك تفكر فيه هل ده وحي من عند الله ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المكهر